تستمر قوات الاحتلال في عرقلة المساعدات الإغاثية التي تعمل مصر على تجهيزها ودخولها يأتي هذا ضد نهج قوات الاحتلال لتعزيز حالة الجوع والتهجير بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ولا تزال المجهودات المصرية مستمرة لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية في محاولة لتخفيف ويلات الحرب عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة المزيد يطلعنا عليها زميل كريم بيبرس مرسل التلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا ننقل لكم الصورة من العريش ورفح وهو الملف الخاص بالمساعدات الإنسانية كعدد قوات الاحتلال تأتي في نهاية كل أسبوع الجمعة والسبت وتمنع دخول المساعدات الإنسانية على الإطلاق تمنعها تماما من الدخول من معبر كرم أبو سالم وهو المنفذ الذي يعبر من خلاله المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة وتتحرك بعد ذلك إلى شمال قطاع غزة أو وسط قطاع غزة لكن بوابة معبر رفح المصرية من الناحية المصرية لا تغلق أبوابها بل دائما تفتح أبوابها لدخول هذه المساعدات الإنسانية إما بالتجهيز والتشوين الخاص بالمساعدات وتحملها على الشاحنات ثم بعد ذلك في اتجاه معبر رفح المصري ومتجهة بعد ذلك إلى معبر كرم أبو سالم تدخل الشاحنات من معبر رفح المصري متجهة إلى كرم أبو سالم وتمنع قوات الاحتلال دخولها من معبر كرم أبو سالم التي تتسلمها الأمم المتحدة وحتى إذا كانت في بعض الأحيان تسمح بدخول هذه المساعدات مثل الأمس على سبيل المثال دخل ما يقرب من 35 شاحنة من أصل أكثر من 70 شاحنة دخلوا إلى الناحية الأخرى لكن تتعنت أيضا وتدقق وتفتش في هذه المساعدات وتمنع الأمم المتحدة حتى داخل قطاع غزة من توزيع هذه المساعدات وتمنع من دخولها حتى إلى شمال قطاع غزة الذي وصل إلى أبواب المجاعة بالفعل وحتى جنوب قطاع غزة الآن أصبح على أبواب المجاعة بسبب قل التدفق هذه المساعدات لكن المجهدات المصرية بشكل عام ما زالت مستمرة في تجهيز هذه المساعدات والضغط على جميع الأطراف واستضافة هذه الأطراف هنا في الأراضي المصرية من أجل الوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار وزيادة حجم تدفق المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة هذه الصورة والآن أعود عليكم مرة أخرى